بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبيئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم السنة المطهرة في عهد سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت محفوظة عند الصحابة جنبا إلى جنب مع القرآن الكريم وإن كان في الحقيقة نصيب كل صحابي كريم منهم كل نصيبه في حفظ السنة بيختلف من عن نصيب الآخر يعني منهم المكسر من حفظها سواء حفظا في الصدور أو في السطور ومنهم المقل ومنهم المتوسط في ذلك لكن اللي حابين نأكد عليه إنهم رضي الله عنهم قد أحاطوا بالسنة المطهرة واهتموا بنقلها إلى التابعين وهكذا لما جاء التابعون كان عندهم نفس الدقة اللي تعلموها من الصحابة وخلف جيل تقي عن تقي قاموا بنقل السنة النبوية المطهرة خطأ كبير ممن يدعي أن السنة بعضها أو أغلبها خطأ على من يدعي أن الصحابة لم يعتنوا بالسنة ده كلام باطل وغير سليم الفرية دي أو هذه الشبهة التي أثاروها بأنهم بيقولوا أنه لم يعتني الصحابة بالسنة كما اعتنوا بالقرآن الكريم كلام باطل والواقع ينفي ذلك والتاريخ وسياقاته العديدة تنفي ذلك وإحنا شفنا قد إيه مدى عناية وحرص الصحابة على السنة المطهرة إزاي هيغيب عن الصحابة شيء منها وهم من لربنا سبحانه وتعالى كرمهم بصحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن طويل جدا حفظوا في الصحبة دي أقوال النبي عصد والسلام وأفعال النبي عصد والسلام وأحواله صلى الله عليه وسلم أحوال النبي في كل حاجة وأقواله في كل حاجة في النوم في يقضاته في حركته في سكونه في قيامه في قعوده في اكتهاده في عباداته في سيرته وسرايا النبي ومغازي النبي حتى يعني ما كان يمزح فيه النبي عصد والسلام وزجر النبي وخطب النبي عصد والسلام وأكل النبي وطريقة أكل النبي وما كان يحب وما كان يكره الأكل والشرب معاملة النبي عصد والسلام لأهله تأديب النبي لفرسي صلى الله عليه وسلم وكتب حضرة رسول الله إلى المسلمين وإلى المشركين حفظين كل شيء عهود النبي ومواسيق النبي ألحاض النبي أنفاس النبي صفات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل ده مع حفظ الصحابة الكرام لأحكام الشريعة وما سألوه للنبي عصد والسلام عن العبادات والحلال والحرام أو المسائل اللي كانوا بيختلفوا فيها وبعدين يتحاكموا إلى حضرته صلى الله عليه وسلم فكانوا بحق خير خلف لخير سلف رضي الله عنهم وأرضاه بل إنك لتبصر من شدة دقة هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه في تلقي الحديث إنهم رضي الله عنهم ما كانوا يكفون عن سؤاله صلى الله عليه وسلم ما أبدا ما بيبطلوش أسئلة في معاملاتهم وفي عباداتهم وفي عقائدهم وفي سائر أمورهم بل إن من شدة حرص الكثير منهم إنه كان إذا وصل إلى أحدهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا من صادق زيه صلى الله عليه وسلم يعني صحابي صادق يبلغ صحابي صادق وسيدنا أنس كان بيقول ما كنا نعرف الكذب لا نكذب وما كنا نعرف الكذب هذا هو المجتمع النبوي الشريف ومع ذلك كان من شدة التثبت في أخذ الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه يسمع الصحابي الخبر يرجع يعود إلى حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام لينهل من معينه يتزود من علم النبي عليه الصلاة والسلام بل ويتثبت من هذا الخبر كما حدث لضمام ابن سعلبة وقومه حين جاءهم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغهم الرسالة كان النبي أرسل إليهم بالرسالة فانطلق ضمام بنفسه ورحلهم دهب إلى ديارهم فانطلق ضمام إلى حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان حول النبي أصحابه الكرام رضي الله عنهم فدخل ضمام المسجد على جمل وسيدنا أنس بيوصف الموقف اللي حصل فلما دخل ضمام أناخ الجمل في المسجد ثم عقله ثم قال له والنبي قعد وسط الصحابة وهو مش عارف مين منهم النبي عليه الصلاة والسلام فبدأ يسأل لهم أيكم محمد وسيدنا أنس رضي الله عنه يصف المشهد فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فبدأ يتوجه بالخطاب إلى النبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قد أجبتك المعلومات اللي وصلتني عنك فقال صلى الله عليه وسلم سأل عما بدى لك اسأل اللي أنت عايزه فقال أسألك قال ضمام بن ثعلب قال أسألك بربك ورب من قبلك آه الله أرسلك إلى الناس كلهم فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب وقال اللهم نعم فقال ضمام بن ثعلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك بالله آه الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلب أخو بني سعد ابن بكر شوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصل الخبر بس حاب يجي شوف النبي يلتقي بيه عليه الصلاة والسلام وبعدين يتأكد بنفسه من المعلومة اللي وصلت له شوف في هذا الوقت المبكر كيف كانوا رضي الله عنهم يستوثقون من جميع الأخبار التي تصلوا إليه وتعالى شوف صورة تانية من الصور اللي بتوريك أنه تلقي الصحابة للحديث مش تلقي عادي رضي الله عنهم تلقي الصحابة لتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام تلقي حثيث فيه ضبط في أخذ الخبر للعمل به فتشوف مثلا أحد الصحابة الكرام حين قبل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك وجدا شديدا الدايق بقى أو قبل امرأته مش عارف الحكم تقبيل التحية يعني فأرسل امرأته تسأل عن ذلك بعد زوجته تسأل أم من أمهات المؤمن فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين ستنا أم سلمة أمنا رضي الله عنها فأخبرتها بسؤال زوجها فقالت أم سلمة إن رسول الله يقبل وهو صائم المقصود بالتقبيل أثناء الصيام المقصود بقبلة التحية قبلة التكريم التقدير الرحمة وهي مفهومة كتحية الرجل لامرأة حين عودته إلى المنزل أو هي كذلك داء المعنى أنها التحية والتكريم فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته بما سمعته من أمنا السيدة أم سلمة فزهده ذلك شر نضغاز عليها أكتر وأن لها لسنا مثل رسول الله يحل الله لرسوله ما شاء صلى الله عليه وسلم فرجعت تاني زوجت هذا السائل إلى أم سلم فوهي في المرة التانية رجع وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالو هذه المرأة والنبي شافها راحت وجدت فبلا رايحة جاي عايز يعرف إيه الخبر فأخبرته أم سلم فقال ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك ما قلت لهاش فقالت له أم سلم أقد أخبرته فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله يحل الله لرسوله ما شاء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال والله إني لأتقاكم لله ولأعلمكم بحدوده صلى الله عليه وسلم ومولانا محمد شدة ورع الرجل السائل دفعت به أنه يظن أن هذا الحكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لحد ما أكد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أنه حكم عام يعني ده شدة حرص في تلقي شوف يبعد زوجته مرة ويرجع تاني يبعدها وهي تسمع كلامه وتروح ليه لأنه ده مجتمع يعلم خطورة فهم الأحكام الشرعية من رسول رب العالمين للعالمين فرجعت بمنتعيزة تتأكد تستوثق من الخبر لما هو قال لها يعني أحوار سيدنا رسول الله ليست كأحوالنا إلى أن أكد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه ده خبر عام شوف درجة استيثاق الصحابة الكرم رجالا ونساء مما يسمعوه من الحديث ومما فهموه كمان مش نقل دون فهم نقل بفهم وتعالوا نشوف أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه ولا تفهمه إلا راجعت فيه حتى تعرفه وتفهم ترجع لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وتتناقش معاه وتاخد وتفهم المعنى وكان يستشكل عليها بعض المعنى ترجع لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي من هي في رواية الحديث رضي الله عنها أمنا وستين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ومن صور تلقي الصحابة الحديثة اللي فيها حرص اللي فيها دقة للهدي النبو الشريف إنه كانت كتير فيه وقائع وحوادث بيشوفها الصحابة وبيشوفوا فيها تصرفات سجن رسول الله عليه الصلاة والسلام وطبعا دي تصرفات كتيرة جدا وحوادث وقاءة كثيرة سواء فيه خاصة بصلاته صلى الله عليه وسلم خاصة بصيامه صلى الله عليه وسلم بحجه في أثناء سفر في أثناء إقامة النبعي الصلاة والسلام كل دا نقلوه الصحابة بدقة شديدة إلى الجيل اللي بعدهم اللي هو جيل التابعين اللي نقلوها إلى من بعدهم إلى هكذا إلى أن وصلت إلينا وصلت إلينا السنة النبوية المشرفة غضة السنة أو حصر هذه الوقائع والشواهد التي كانت في زمن النبوة حرص الصحابة على التلقي كل شيء باهتمام وبورع وباستيثاق وبتسبت خلف أو يعني ترك سنة جانب كبير جدا أو هي تؤلف جانب كبير جدا من السنة وخاصة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات والمعاملات وسيرته صلى الله عليه وسلم زي مثلا سؤال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وده من الأخبار القوية وبعدين ييجي سيدنا جبريل في شكل رجل كما أخبرت بذلك المرويات يأتي في شكل رجل شديد ثياب شديد بياض الثياب شديد سواد شعر الرأس لا يرى عليه أثر السفر لا يعرفه أحد من الصحابة اللي كانوا حاضرين المشهد ده ده سيدنا عمر بن الخطاب اللي بيحكي لنا ده جاي عشان يسأل النبي مجموعة من الأسئلة والنبي عيسى والسلام يجيب عنها فيتعلم الصحابة من إجابة رسول الله عيسى والسلام يعني أيعقل أنه بعد إلقاء هذه الأسئلة ويأتي سيدنا جبريل عليه السلام وبعدين العلم ده يضيع حتى أنه بعدما انصرف سيدنا جبريل عليه السلام بعدما سأل ما الإسلام والنبي أخبره بأركان الإسلام وأخبر الصحابة ما الإيمان وأخبره بأركان الإيمان وأركان الإحسان وتكلم عن الساعة بعدما انصرف سيدنا جبريل التفت سيدنا رسول الله عصد والسلام إلى من حوله وقال إن راوي الحديث سيدنا عمر يا عمر أتدري من السائل فقال سيدنا عمر قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم طب لما سيدنا جبريل يعني شوف تنوع طريقة عرض السنة الحديث طار بمجالس العلم اللي شفناها وحرص الصحابة على حضورها واللي ما يقدرش يحضر يتناوب يتناوبه على المجالس ويبلغ الشاهد الغائب بأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام وتجد صور تانية رصد الصحابة لمواقف المختلفة في حيات رسول الله صلى الله عليه وسلم والمواقف المتنوعة والمختلفة في حياتهم والإشكالات اللي كانت بتقابلهم ويرجعوا لحضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام عشان يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام يفتيهم ويجيبهم وبعد كده مش كده وبس ده تحصل شواهد وقائع قدامهم يرووها بالزبط لأنهم شربوا معنيها وطبأوها وعشوها ومن ذلك ما شاهده الصحابة الكرام من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام زي مثلا ما رواه لنا سيدنا علي رضي الله عنه قال أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل من أول الليل وآخرة وأوسطة فانتهى وطره إلى السحر فسيدنا علي بيوصف لينا حال سيدنا رسول الله في صلاة الوطر صلى الله أحيانا شافوا بيصليها أول الليل أحيانا في وسط الليل أحيانا في التلت الأخير من الليل حتى اللي هي اللي هو وقت الصحر فدال لما يرولنا معنى زيدة مما رآه وعاينه من حاله صلى الله عليه وسلم يدينا ساعة هذا الدين ونعرف أن المسألة في صلاة الوطر على الساعة أول الليل أوسط الليل آخر الليل كما يتيسر الإنسان من ذلك أيضا ما رواه سالم ابن عبد الله عن أبي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف سيدنا رسول الله بيمشي أمام الجنازة يعني رأى وأبصر ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم وحفظوا ذلك في الصدور وفي الصطور وروه لمن جاء بعدهم علما غدا طريا ومن هذه النمازج وغيرها الحقيقة وهي كتير جدا إحنا بس بنضرب نماذج عشان نشوف مع بعض خطورة إنه ما يبقاش فيه سنة أو إن يجي إنسان دون علم فيدعي أن الصحابة لم يهتموا بالسنة كاهتمامهم بالقرآن كلام عين جهل مجافي للعلم مجافي للرعاية الربانية للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة اللي كتبوا القرآن هم من كتبوا السنة رضي الله عنه نمازج كتير جدا بتؤكد على حفظ الصحابة الكرام للسنة في الصدور وفي الصطور وبيظهر لنا إن السنة المشرفة من خلال النمازج دي وغيرها حفظت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لعوامل كتيرة جدا أخطر العوامل دي وأقواها الأمر الإله للمؤمنين في القرآن الكريم باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قدوة المؤمنين والمؤمنات قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا طب القدوة والأسوة الحسنة دي موجودة معاهم عيشة معاهم شايفنها القدوة النابضة الحية كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم وكان يشرح للصحابة الكرام ويوضح ويبين ويفسر ويبسط ويضرب الأمثال صلى الله على سيدنا ومولانا محمد هيأمرهم يقتدوا بالقدوة وهم مش مهتمين بها هيأمرهم بأنه يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معه ويهملون أخذ الحديث منه بكل الوسائل والطرق اللي احنا أشرنا إليها لأنه أخذ الحديث لم يكن فقط بالتلقي المباشر في مجالس الحديث دي صورة الكبيرة الشهيرة لكن في صور تانية كثيرة كما ذكرناها من الأمور المهمة اللي بتأكد على حفظ السنة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الإلهي للمؤمنين وللمؤمنات بضرورة دوام التلقي عن حضرته صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ وَتَوْجِهُهُمْ وَتَعْلِمُهُ لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على زرع السنة في القلوب والعقول كمان من الحاجات اللي بتأكد ضرورة حفظ الصحابة للحديث للسنة في زمن النبوة أهمية مادة السنة المطهرة التي هي هدي وهدى شريف للمؤمنين والمؤمنات في سائر دروب حياتهم السنة هي المبينة لما جاء في القرآن الشارحة لما جاء في القرآن المشرعة بأمر رب العالمين لهذا ولغيره حفظت السنة المطهرة برعاية الحي القيوم ومن العناصر برضو المهمة جدا في حفظ السنة الصحابة نفسهم الكرام هؤلاء الرجال طلاب والمنؤون رجال نقصد الرجال والنساء اللي قاموا برواية الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الصحابة الكرام طلاب العلم النبو الشريف اللي تلقوا السنة المطهرة علما وطبقوها عملا لأنهم تلقوا السنة دي من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل حرص عارفيني الطالب المجد اللي ما وروش حاجة غير طلب العلم والاجتهاد فيه دول قاعدين بينهم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام دول الصفوة المختارة اللي ربنا اختارها تبقى حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرص شديد منهم على تلقي الحديث وعلى كل حال كانوا يتلقون الحديث الشريف تجاوبوا مع حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التلقي المخلص لهذا العلم للوحي الثاني سنة النبوية المطهرة انفعلوا بالسنة جادين مطبقين لما كانوا يتعلمونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوب مخبتة متواضعة انطورت على رهبة مخلصة صادقة في اتباع الهدي النبوي الشريف الذي أمرهم الله تعالى باتخاذه وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه كل ده كاللي أثر عظيم في حفظ الصحابة للسنة كل السنة دقيق السنة وعظيم السنة وكلها عظيم يعني من أصغر شيء لأعظم وأجل شيء في السنة حفظه الصحابة الكرام في الصدور وفي الصطور وبعدين نقلوها بعد ذلك إلى التابعين الذين قاموهم كذلك على نفس المنوال على نفس منهج الصحابة الكرام الصحابة تعلموا المنهج ده من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام نقلها التابعون نقلها التابعون كذلك إلى من بعدهم كل ده اتعلموا من حضرة رسول الله امتثالا لما أخبر به حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النبي علمهم وهم كانوا أصحاب عقول ذكية في صفاء ذهني والعربي معلوم بصفاء ذهني وقوة ذاكرته وحفظه وبعدين هم فنهم الكلام الكلمة يبدعوا في الشعر يبدعوا في النثر قصائد أسواق تقام كانت من أجل الأدب يعني أصحاب فن ذوقي الكلام الشعر النثر المفردات ومن شدة حرصهم كانوا يبعثوا الأبناء منذ الصغر في الصحارة لكي يتلقوا اللغة اللسان العربي بدقة لسان عربي واضح قوي وكان عندهم اهتمام دقيق بهذا كيف يكون ذلك كيف مع هذه المواهب يعجزوا عن أن يحفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدورهم وفي سطورهم للكتبة منهم والنبي عليه الصلاة والسلام وضع المنهج هو من وضع المنهج في الحفظ والنقل وهذا المنهج في الحفظ والنقل دام ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال صلى الله عليه وسلم تسمعون يعني بيكلم الصحابة يعني تسمعون مني الحديث أو تسمعون من بعضكم تسمعون تسمعون من بعضكم ممن حضر ممن كان يحضر مجالس الحديث فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول تسمعون ويسمع منكم الشاهد يبلغ الغائب كما كان يأمر صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم هذا هو المنهج سلسلة السند اللي مش عجبة اللي مش فاهم الذي أصل هذا المنهج هو حضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال تسمعون بيكلم الصحابة ويسمع منكم أي يسمع منكم الحديث وما تعلمتموه تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم السلسلة حدثنا فلان عن فلان عن فلان كل مجموعة تلمزت أو كانت لها كان لهم تلامذة تلقوا منهم حديث رسول الله أبلغوا من بعدهم ووضعوا علوما عظيمة للاستيثاق في نقل الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعملوا درجات في قبول الحديث أولا تصف درجة مدى صحة الحديث اشتغل العلماء الكرام بالمنهج اللي حطوا النبي عليه الصلاة والسلام في العهد النبوي الشريف واللي تلقاه الصحابة بحرص واللي امتسل ومشي على نفس المنهج التابعون كذلك هكذا إلى أن وصل الحديث النبوي الشريف إلينا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤصل لهذا المنهج تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم صدقت يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين اللهم آمين اشتركوا في القناة